ليس الأطفال من يبدأون الحروب ولكنهم الأكثر تعرضا لآثارها القاتلة بهذه العبارة تبدأ اليونسيف تقريرها الذي يصف وضع أطفال اليمن بالمأساوي فبحسب التقرير ستة أطفال يوميا هم من يقتلون أو يشوهون الأطفال بعمر عشر سنوات يتم إجبارهم على القتال وخلال عام ازدادت ظاهرة التجنيد بشكل كبير خلال أعوام عديدة احتل أطفال اليمن المراكز الأولى عالميا في مختلف القضايا الحقوقية من سوء التغذية وأطفال الشوارع وعمالة الأطفال وتهريبهم وضع فاقمه الانقلاب وزاده سوءا سبعة أضعاف هو مقدار الزيادة في عمليات القتل والتشويه في محافظات تعز وصنعاء وصعدة وعدن وأحجة التي تقود الميليشيا فيها أعمال عنف وقتل أجراس إنذار كثيرة قرعتها المنظمات الدولية والمحلية فلا يكاد يمر يوم دون نداءات أو حتى تقارير عنوين الطفولة تغيرت من العمالة والتشرد على الأرصفة إلى أطفال الجباهات والمتارس فهم الأسرى وهم ثلث سكان القبور